طبعا تابعنا معكم مرورا سريعا على أبرز ما تحقق في زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية خلال السنوات القليلة الماضية ولمزيد من التفاصيل والمتابعة حول مخصصات الحماية الاجتماعية والحزم الاجتماعية بتنضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة وفاء علي أستاذة الاقتصاد أهلا ومرحبا بك معنا دكتورة وفاء طبعا من أبرز ما عرضنا وتحدثنا عنه برنامج تكافل وكرم هذا البرنامج المهم لدعم الفئات الأولى بالرعاية حدثينا عن تكافل وكرامة وما قدمه من دعم خلال السنوات الماضية دكتورة وفاء في البداية فندم أهلا وسهلا بحضرتك ومشاهدينكم الكرام وكل عام ومصر الكبيرة بخير بمناسبة عيد الأطحى المبارك الحقيقة نحن نتحدث عن حلم كبير يتحقق إلى واقع رحيب يسعى الجميع لا شك أن العالم يتعرض لضغوط تضخمية أكثر شراسة في هذه المرحلة والخروج من هذه المكاهة إلى بر الأمان كان يستلزم أن يتحرك هذا الوطن بروح المسئولية وهو ما فعلته القيادة السياسية في الانتصار دائما قناعة لأصحاب البيت بمعنى أن مصر صارت بكل مخططاتها لتحقق التعمير الكفائي والاجتماعي لتسري التنمية في كل القطاعات سواء زراعيا أو صناعيا أو اجتماعيا وإذا كنا سنتحدث عن هذه المبادرة أستاذ هشام نحن نحرك البصلة نحو الداخل يعني لا بد أن نخرج منتصرين في كل القضايا بمشيئة الله حتى وإن كانت هناك ظروف صعبة جدا والدولة المصرية كأي دولة ليست بمعزل ومنأة عما يحدث في العالم ومع ذلك هي الحقيقة بتستشهر بما يشعر به المواطن الدولة المصرية تحركت الحقيقة على ثلاث محاور مهمين جدا المحور الأول هو توفير ورفع كفاءة الخدمات للبنية التحتية للمواطن ثم التوفير ورفع الحماية والكفاءة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتدخلت في المحور الثالث لمساندة ودعم الفئات الأكثر احتجاجا داخل المجتمع والقرى المستهدفة ويمكن نحن كنا بنتكلم أن دائما هناك انتصار لأصحاب البيت وأن دي قضية وطن يعني ليست قضية عادية الحقيقة برنامج تكافل وكرامة تحرك على مدار الأعوام الماضية في زيادة لحماية أبناء هذا المجتمع ويمكن زيادة المخصصات في المحل اللي شفناها في موازنة 23-24-24-25 بتثبت أن نحن الحقيقة لدينا كل الإصرار على دعم المواطن المصري باعتبار أن الدولة المصرية هي الدعم الحقيق لهذا المواطن دكتورة وفاة تحدثتي عن الظروف الاقتصادية الصعبة تحدثتي عن الأزمات الاقتصادية العالمية التي أثرت بالتأكيد على الاقتصاد المصري إلى أي مدى برنامج تكافل وكرامة وزيادة مخصصات الدعم سندت إلى حد ما المواطنين على تحمل هذه الأزمات لا شك أن الكلفة الاقتصادية السيد الشام كانت كبيرة جدا ولم تترك كبيرا أو صغيرا سواء دولة أو مؤسسة أو حتى أفراد وبالتالي الدولة المصرية الحقيقة بإتاحة المساحة من المخصصات والدعم سواء تكافل وكرامة أو رفع لحد الأدنى للأجور أو كل ما قامت به على محاور تحسين مستوى معيشة المواطن وإنها تمام عززت القوة الشرائية لديه ودعمة كل الطبقات يمكن المتوسطة والفقيرة تحفيزا لهذا النمو الاقتصادي أنا عايزة أقول لحضرتك أن إحنا عندنا شهادة قريبة جدا من رئيسة بنك التنمية الجديد التي كانت ضيفة في المنتدى الأول لبنك التنمية وقالت أن تجربة مصر هي تجربة رائدة وفريدة لأن إحنا دعمنا حتى كمان المناطق غير الأمنة يعني إحنا الحقيقة لم نطلق مكان في الحيز الجغرافي لجمهورية مصر العربية إلا وغطناه بالرعاية الاجتماعية ولدينا مبادرات أيضا الحقيقة تستحق الإحترام من الدولة طبعا إحنا هنتكلم عن هذه المبادرات وهنتكلم عن عدد كبير من المبادرات والجهود في مجالات مختلفة ولكن التركيز الآن دكتور وفاء في هذه المدخلة على حزم الحماية الاجتماعية حديثينا عن الخطة أيضا فيما يتعلق بتكافل وكرامة خلال الفترة اللي جاي إحنا بنتكلم عن زيادة في مستهدفات تكافل وكرامة 22% من إجمالي الانفاق العام خلال الفترة من 2024 حتى 2030 وده نسبة يعني لو تصفيها لنا إن كانت نسبة كافية أم لا لا طبعا هي تعتبر قفزة في مسألة بناء التكافل وكرامة كمنظومة وبكم ندعم بيها الأسر المصرية والحياة الدولة المصرية في تخططها المستقبلي بتحقق طفرة على مدار سواء الموازنة الفائتة أو الموازنة القادمة بأنها بتدعم هذا البرنادج انطلاقا وإن إحنا بنضع حياة للمواطن المصر إن إحنا بنستشعر إن أيضا هناك قفزات في الضغوط التضخمية على هذا المواطن وشايفين يمكن المعدلات اللي بتسير بيها الأمور في زيادة الأسعار عالميا ونعكست على الداخل فكان لابد من حماية هذه الأسر ويمكن إحنا بمتحسين المستوى المعيشة وتعزيز التكافل الاجتماعي لأن التكافل وكرامة يا أستاذ الشام هو رمض من رموز تعزيز التكافل الاجتماعي يعني إحنا الحقيقة الفئات الأقصر ضغطا واحتياجا إحنا التفتنا إليها وصلت المنظومة بالنسبة للحماية الاجتماعية إنك بتضمن لكل من يغطيه برنامج تكافل وكرامة حياة كريمة في المرحلة القادمة والمرحلة الحالية لأن إحنا هذه الجهود تعد استثمار مستقبلي بالنسبة للأفراد اللي موجودين وبالنسبة لأسرهم المنظومة دي بتساهم أيضا في إنك بتحقق التنمية المستدامة إنت بتخلق مجتمع بيكون هناك فيه ما يسمى بالتقاظر بين الحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية لازم يكون فيه تقاظر بينهم والحقيقة يمكن حتى الأمم المتحدة شاهدت بكل التجارب اللي إحنا عملناها بالنسبة للتكافل وكرامة أو بالنسبة لي حياة كريمة وغيرها لأن إحنا الحقيقة كل الجهود المصرية بتنصب فيه أولوية أن تبزل الحكومة أكبر جهد لتوفير الدعم والرعاية للفئات الأكثر احتياجا الفرد الحقيقة إحنا بنستهدف إن إحنا نحسن حياة المواطن المصري ونحميه لأن هذا هو الوطن اللي كلنا بننتمي لي يعني الموضوع الحقيقة إن كان لازم يكون هناك فكر ينطلق منه حماية المواطن المصري بأتبار إن إحنا كلنا الحقيقة تحت هذه المظلة اللي بتحمي الجميع برامج الحماية إلى أي مدى دكتورة وفاء هذه المظلات للحماية الاجتماعية متنوعة في الشرائح التي تدعمها إحنا بنتكلم أيضا عن دعم كبير لذوي الهمم على سبيل المثال بتزداد أيضا تكلفة برنامج الدعم النقضي تكافل وكرامة لذوي الهمم إلى 70 مليار بإجمال عدد مستفيدين نحو 3 مليون مواطن خلال الفترة من 24 حتى 2030 أستاذ الشام الحاجة والفقر قميص من نار يعني الحقيقة العوش في الوطن غربة ويمكن سياسة الإصلاح الاقتصادي اللي احنا بنعملها وتتزدعها إصلاح اجتماعي أيضا بتنطلق الحقيقة من إحساسنا واستشعارنا بأصحاب الوطن أو أصحاب البيت ولذلك وإحنا الحقيقة ماشيين في برامج الحماية الاجتماعية وتكاوب في كل وكرامة والبرامج الخاصة بكل مبادرات لسيادتك هتتحدث عنها مع ضيوفك الكرام والاهتمام بالمعشات لم نخفل الدعم لزوء الهمام بل ادماجهم في كل المشروعات في كل الصناعات مش بس تخطيتهم ببرامج الحماية الاجتماعية ولكن اشراقهم أيضا فيما تفعله الدولة من خطط النمو والتنمية والحقيقة احنا كنا مشتاجين للأفكار دي ويمكن كانت الأفكار دي حلول غير مطروقة ولكن الحقيقة احنا يمكن على مر المبادرات السابقة والفائتة كنا نحتاج إلى من يتخذ هذا القرار ويكون هناك أولوية وهمة في عملية التنفيذ وترتيب الأولويات فيه لأن فيه أمر مهم جدا يا سيد الشام الناس لازم تعرف أن هناك ما يسمى حسن تدبير التمويل إن أنا علشان أدي البرامج دي لازم يكون عندي حسن لإدارة برنامج التمويل إن أنا علشان يبع عندي نظرة شاملة تنطلق منها نموذج أختاره يعني أنا أختار نموذج تكافل وكرامة أو النماذج اللي أنا مشيت فيها لازم يكون عندي فكر ونحط تحتيها قطوط كبيرة جدا فكرة استدامة في التمويل يعني أنا بزود المعدلات في الموازنات تدريجيا من فكرة استدامة التمويل لهذه المبادرات لأن أنا بعمل كإني بعمل محمية محمية اجتماعية لهذه الفئات وعلى أولهم يمكن اللي احنا بمتكلم فيه معها سيادة تكافل وكرامة وغيره ويمكن المبادرات دي أو سيد الشام عشان ندي فرصة للضيوفك يتكلموا عن باقي المبادرات لازم نعرف أن احنا بنأسس تأسيس في المجتمع المصري احنا مش هنطلق فرصة لمن يتوغل احنا بنعمل تعمير كفائي جديد في كل القطاعات على الحيث الجهورات في الجمهورية مصر العربية لأن احنا عارفين جيدا أنه لا يهزم بيوش الأيهاب والتطرف إلا بيوش الوعي والثقافة والحمال أخيرا دكتور وفاء إلى أي مدى خلال الأعوام القليلة المقبلة هيكون في توسع في حزم الحماية الاجتماعية إلى أي مدى في رؤية واضحة وخطة لدعم فئات أكثر وأعداد أكبر من المواطنين لا شك أن الدولة المصرية لديها تخطيط كفائي كبير وتفكير استراتيجي للأعوام القادمة حضرتك بتكبر مظلة الحماية الاجتماعية أولا تداعيا لزيادة عدد السكان والأمر الثاني أن إحنا عندنا أيضا بنحاول أن إحنا في برنامج انخفاض معدلات العوز والحاجة وإحنا الحقيقة ماشيين في هذا المنطلق كويس جدا والنسب بتتضاقل الأمر الآخر أن إحنا بنسعى الحقيقة إلى التخطيط في تحسين مستوى المعيشة للمواطن وتعزيز التكافل الاجتماعي على مدار السنوات القادمة بمعنى أن هناك خطة مستقبلية ونظرة مستقبلية لمؤذرة هذا المواطن المطري فالدولة المصرية هي الدعم والسند الحقيقي لهذا المواطن يعني إذا لم ينتمي المواطن إلى الدولة المصرية إلى من ينتمي وكذلك الدولة المصرية إذا لم تقف بجانب هذا المواطن سر نجاح هذه الأرض الطريبة فحالا ومقالا نحن المواطن والدولة الحقيقة هم شيء واحد ويمكن منذ سنوات بعيدة وإحنا بنحلم أن يكون لدينا مشروعنا القومي الكبير ويمكن يعني مش قدامنا الفرصة أن نحن نتحدث عنه وهو مشروع القرى الحضارية حياة كريمة لأن الحقيقة هو نموذج متكامل للتكافل والبعد الاجتماعي والبعد الحضاري والسكن اللائق والوظيف والتمتين الاقتصابي والدعم النفسي هذا مشروع إذا صنف مشروع على مستوى جمهورية مصر العربية فأفضل مشروع في هذا القرن سوف يكون حياة كريمة لأن الحقيقة بيؤدي إلى وجود شعلة كبيرة من الانتماء لهذا الوطن وهذه الأرض الطيبة التي مهما توالت عليها الأحداث هذه الأرض قوية بأبنائها والمواطن المصري مهما حدث من ظروف عالمية تأتي عليه كما تأتي على كل العالم فهو ينتمي إلى هذه الأرض الطيبة نعم أنا بشكرك شكرا جزيلا الدكتورة وفاء علي أستاذة الاقتصاد شكرا على وجودك معنا